بدأت في محافظة أبيان ورشة تدريبية نظمتها جمعية البركة النسوية بدعم من منظمة أميدس بعنوان التوعية بأضرار البلاستيك وإيجاد البدائل الآمنة ضمن مشروع تعزيز استخدام وسائل صديقة للبيئة وبمشاركة فريق التوعية بالجمعية وأكد مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة بمحافظة أبيان مدربة دورات دكتور ياسر بعزب أن الورشة تهدف على مدى يومين للتوعية بالحد من استخدام البلاستيك ومخاط ومخاطره وإيجاد البدائل الصديقة للبيئة غير المذرة